بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كيف لنا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله وما هي الأخلاق التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نأخذها من نبيه المصطفى نبينا الكريم صلى الله عليه وآله هو مجمع الفضائل حتى أن الله سبحانه وتعالى بيّن ذلك في كتابه العزيز وقال مخاطب النبي صلى الله عليه وآله وإنك لعلى خلق عظيم لكن تعالى إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وآله مخاطباً المؤمنين جميعاً حيث قال عليه أفضل الصلاة والسلام أقربكم مني منزلاً يوم القيامة أحسنكم أخلاقاً الموطأون أكنافاً الذين يألفون ويؤلفون فالذي يريد أن يتأسى بالنبي وأن يجعل النبي صلى الله عليه وآله أسوة له في هذه الحياة عليه أن يحسن خلقه وخصوصاً في شهر الله المبارك في شهر رمضان حيث أن النبي صلى الله عليه وآله بيّن ذلك وبيّن فضل ذلك في خطبة آخر جمعة من شهر شعبان في خطبة بيّنها النبي صلى الله عليه وآله خطبة طويلة من بين مفرداتها قال أيها الناس من حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جوازاً على الصراط يوم تزل فيه الأقدام الصراط وذلك الموقف المهول كيف يعبره الإنسان الله جل وعلا من لطفه على عباده بيّن ذلك في كتابه العزيز وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله أي أنك أيها المؤمن انتهز الفرصة وحسن خلقك في هذا الشهر الكريم قد يقول البعض أن أخلاقنا جيدة لا بأس بها لا بد أن نسعى إلى الرقي في الأخلاق وإلى أن نسعى إلى التكامل في سبيل رضى الله سبحانه وتعالى وأن نصل رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله بحسن الأخلاق لأن الدين هو الأخلاق نعم الله جل وعلا أوجب علينا كثيرا من العبادات أوجب علينا الصلاة والصيام والزكاة والخمس وغيرها من العبادات إلا أن هذه العبادات لا يمكن أن تتجلى على العبد إن لم تنعكس على أخلاقه العبادة لها ثمرة هذا الصيام العظيم الذي يعتبر جنة من النار كما ورد في الروايات لكن هذا الصيام لا يقتصر الصائم على ترك المفترات بل لا بد له أن يسعى إلى أن يكون إمثولة للأخلاق الطيبة والحميدة لا فائدة من صومه إذا كانت أخلاقه والعياذ بالله أخلاقا سيئا لأن العبادة كل العبادات لها طرفان لها طرف طرف الصحة أي يحكم على صحتها وعلى فسادها ولها طرف آخر وهو طرف القبول أن الله سبحانه وتعالى يرفع المؤمن ويثق الميزانه عند الله سبحانه وتعالى وهذا لا يكون إلا بحسن الأخلاق بالأخلاق الطيبة ولا نتعب أنفسنا إلا أن نقرأ سيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسيرة الآل عليهم أفضل الصلاة والسلام ونجد أنهم كيف كانوا يتعاملون لذلك ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه المفردة أو في هذا المفصل من مفاصل خطبته في بيان شهر رمضان قال من حسن منكم خلقه كان له جوازا على الصراط يوم تزل الأقدام الصراط ذلك الطريق الذي لا يقوى عليه الإنسان بقوة عضلاته و لا بأمواله و لا بمنصبه و لا بعشيرته إنما يقوى عليه بعمله الصالح و كيف يقبل ذلك العمل الصالح و لا يكون الإنسان قد تحلى بالأخلاق الفاضلة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا و إياكم من السائرين على نهج النبي صلى الله عليه وآله و أهل بيته الطيبين الطاهرين و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة